اشتركوا في القناة صحة وسعادة هذا الاسبوع الذي نتمنى ان شاء الله ان يكون مليء بالانجازات مليء بالتفاؤل ومليء بالايجابية اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر اذاعتكم المتميزة دائما اذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء هذا البرنامج تقدمه لكم الهيئة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وافراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الصحية والطبية المحلية والعالمية والتي تشغل بال الجميع فهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وفي الاخراج معنا الاستاذ المبدع دائما ايمن سرحيل وفي التنسيق لخطة شواق مسعد وهذه تحيات فريق الاعداد في قسم الاعلام بادارة التنسيق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي مثل ما عودناكم دائما مستمعين مع بداية هذا البث اللي تنتظرون دائما من خلال برنامج صحة وسعادة نطالعكم بأهم ما ورد في وكالات الانباء المحلية والعالمية من اخبار وطبعا اليوم الاحد ومع اشراقة هذا الصباح يطالعنا ملحق البيان الصحي الصادر او اللي يصدر كل صباح احد بالتعاون ما بين هيئة الصحة بدبي وصحيفة البيان في الملحق مجموعة من الاخبار المهمة في مقدمتها متى خبر يقول 1250 متبرعا خلال اسبوع من انطلاق كون الاول في التبرع بالدم طبعا تعرفونا حملة تبرع بالدم حيث شهدت حملة كون الاول في التبرع بالدم التي اطلقتها هيئة الصحة بدبي ويروج لها عالميا نجم كرة القدم البرتغالي وفريق ريال مدريد كورستيانو رونالدو في السابع عشر من شهر ابريل الماضي تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور حيث سجلت الحملة 1250 متبرع بالدم خلال اسبوع على اطلاقها ووفقا لحصائيات هذه الصحة فان 95 جنسية توفر احتياجات المرضى في مستشفيات دبي وتهدف الحملة لسد حاجة الاف المرضى ممنهم بحاجة الى نقل الدم او احد مشتقاته طبعا منذ الصباح الباكر استقبل مركز دبي لتبرع بالدم المواطنين والمقيمين للمساهمة في هذه الحملة المركز موجود يا جماعة الخير في حرم مستشفى لطيفة وطبعا مثل ما قلنا الدوام من الساعة سبع ونص صباحا حتى الساعة السابعة مساء المركز يفتح ابوابه لكم لمن يرغى في المشاركة في هذه الحملة وطبعا ما منعيد ومنزيد على فوائد التبرع بالدم سواء على الجسم وايضا الفائدة الكبيرة من او الفائدة الانسانية الكبيرة الواحد ممكن يقدمها لنفسه اول لنفسه من اجر عند رب العالمين وبعدين للناس لن اتصور ان قمة العطاء ان الواحد ممكن يتبرع بدمه طبعا ننتقل الى خبر ثاني يقول ابتكرت هيئة الصحة بدبي تقنية لتبديل الصمام الابهر دون تدخل جراحي من خلال عملية قسطرة اعلى الفخذ لكبار السن بدلا عن عمليات القلب المفتوح وذلك للتقليل من نسبة الخطورة على المرضى الذين عادة ما يعانون من ضيق في الصمام مع تقدم العمر وبموجب هذه التقنية اصبحت هيئة الصحة بدبي مركزا دوليا معتمدا من الشركة الامريكية في هذا المجال اضافة الى ان الهيئة تحولت الى مرحلة نقل المعرفة في هذا الاختصاص حيث تلقى الفريق الطبي تدريبا على هذه التقنية في فرنسا وبعدها عملت الهيئة على تدريب الاطباء على القيام بمثل هذه العمليات التي وفرت على المريض التعب والألم والمبيت في المستشفى خصوصا وان اجراءها يتم بشكل سريع وبخطورة اقل ويؤكد هذا الانجاز الخبرة الكبيرة التي اصبحت تتمتع بها هيئة الصحة في دبي في هذا النوع من العلاجات التخصصية وطبعا يستخدم هذه التقنية المتطورة فريق طبي متخصص من الهيئة يضم تخصصات امراض القلب والقسطرة وجراحة القلب والشرايين والتخدير والاشعاء والتمريض وفقا لاحدث البروتوكولات والممارسات الطبية في هذا المجال ايضا من ضمن الاخبار 43 جنسية تستفيد من المساعدات المقدمة للمرضى المعسرين نجحت هيئة الصحة في دبي من خلال مكتب الخدمات الانسانية والمجتمع في مضاعفة حجم المساعدات المالية المقدمة للمرضى المعسرين من 473 الف درهم عام 2012 الى اكثر من 67 مليون ونصف المليون درهم في العام الماضي عام 2015 ملاحظين الفرق؟ فيما تجاوز عدد جنسيات المرضى المستفيدين من 34 في عام 2012 باجمالي 299 مريض الى 43 جنسية في عام 2015 بمجموع 982 مريض هذه الارقام صرح بها سالم باللاحج مدير مكتب الخدمات الانسانية والمجتمع في حوار خاص مع البيان الصحي حيث اكد ان الهيئة ستتجه من خلال مكتب الخدمات الانسانية والمجتمع وبتعاون المثمر مع هيئة الهلال الاحمر وجمعية بيت الخير وبرنامج ساند الى توسيع نطاق خدماتها وذلك بتبني مساعدات الحالات المرضية الاضافية الى جانب تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والنفسية لاصحاب الامراض المزمنة طيب في خبر اخر علمي شوي يقول جلد الكتروني يقيس مستوى الاكسجين في الدم قال علماء في اليابان انهم طوروا طبقة من الجلد الالكتروني رقيقة للغاية يمكنها قياس مستوى الاكسجين في الدم ويهدف العلماء بشكل رئيسي لاستخدام طبقة الجلد الالكتروني لمتابعة مستويات الاكسجين في اثناء اجراء الجراحات وكشفت الاختبارات التي خضع لها متطوعون ان الجلد الالكتروني اعطى قياسات مستقرة لتركيز الاكسجين في الدم وتحتوي الطبقة الجلدية المطورة على مكونات الكترونية دقيقة تبعث اضواء بالالوان الاحمر والازرق والاخضر يمكن رؤيتها على جسم الانسان ويعكف فريق بحثي في جامعة توكيو على تطوير طرق لعرض ارقام وحروف على طبقة الجلد الالكتروني ومساعدة الاطباء على معرفة البيانات الطبية للفرد وقال يوكاتا طبعا اسم الاول بحاول اقوله رئيس الفريق البحثي الياباني ان طبقة الجلد الالكتروني تقيس تركيز الاكسجين في الدم عند التصاقها باحد اصابع اليد واضاف اصبح لدينا مجسات بصرية عضوية يمكن لسقها مباشرة بالاعضاء البشرية لمتابعة مستوى الاكسجين في الدم اثناء وبعد الجراحة يعني ايمن بس تأكد لي في عندنا فاصل توعوي اليوم ولا لا اليما تتأكد ايمن خلني انا بعد اقرأ الخبر الغذائي اللي متعودين عليه الجمهور نقول نتكلم عن العدس العدس يقولون موائد الاغنياء تحتفي بلحم الفقير قديما قالوا ان العدس هو لحم الفقير او لحم الفقراء طبعا العدس في له فوائد غذائية تغني غير القادر عن تناول اللحوم ومؤخرا اعلنت الامم المتحدة اختيار العام 2016 ليكون العام الدولي للبقوليات ليتحول العدس لطعام ترحب به موائد الفقراء والاغنياء ويتميز العدس بغناه بمركب عضوي طبيعي موجود في خلايا الجسم يلعب دور مهم في بناء الخلايا الجديدة وتتراجع نسبة هذا المركب مع موت الخلايا القديمة او المريضة في الجسم ويتم تعويضها من خلال التغذية المناسبة واظهرت دراسة اجريت في كندا على من يمارسون الرياضات العنيفة ان اداهم يتحسن بشكل ملحوظ اذا تناولوا وجبات مصنوعة من العدس قبل المباريات كبديل للماكرونة والبطاطا اتصدقون عاد انا قبل هذه الدراسة انا ما يعرف شي عن هذه الدراسة لكن يعني قبل الجم او قبل اروح امارس الرياضة لازم اخذ لي شربة عدس من غير هذه الدراسة توني كنت احس ان هذا الموضوع غلط اللي انا سوي بس والله شي زين في عنا فقد الشهية العصبي خلنوا لنسمع هذا الفلر التوعوي او الفاصل التوعوي بعدما ننتقل الى فاصل تجاري ومن ثم سوف نعود اليكم مع موضوع جميل وشيق فبخوا معنا سعيد شفتها الخبر في الجريدة؟ هذا الاعلان لهيئة الصحة بتبين وحملة كن الاول للتبرع بالدم هذه الحملة وايد مهمة لتوعية الناس على هذه المبادرة الانسانية خاصة ان التبرع بالدم بدولة الامارات تطوعي امي بالامية يلا يا سعيد خلنا بطالح هذا الاعلان مع بعض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا لذلك أعطي امتعني يمكنك تساعد حياة امتعي الآن اتبعي شو عيبكي العلانة سعيد متى منصير متبرع بالدم مهما كان الفريق اللي شجعونا خلوا روحكم رياضية وتبرعوا بالدم عساكم دوم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي تأتيكم وطلع هذا الأسبوع الذي نتمناه إن شاء الله مليء بالإنجازات مليء بالتفاؤل مليء بالإيجابية طبعا هذه الروح اللي بدأت تسود حقيقة مختلف مختلف أرجاء هيئة الصحة بدبي من خلال العديد من المبادرات يعني الأسبوع الماضي بدأت هيئة الصحة في دبي عمليات التحول الجذري على مستوى الأداء المؤسسي وتنظيم فرق العمل المكلفة بإنجاز أعمال التطوير التي تضمنتها استراتيجية 2016-2021 وشكلت الهيئة ما اسمته مجلس الاستراتيجية والذي يضم في عضويته 15 عضوا من المسؤولين والتنفيذيين والمختصين بجانب مكتب التحول التنظيمي الذي سبق وانأسسته ضمن هيكلها هيكلتها لمتابعة أعمال تنفيذ خطط التطوير وتقييم مراحل إنجازها فيما فتحت الهيئة الباب لانضمام أعضاء آخرين لمجلس الاستراتيجية من مديري المستشفيات والإدارات ذات العلاقة وكانت الهيئة بحضور معالي إحمد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيط الصحة في دبي قد نطمت مؤخرا لقاء موسعا ضم مديري القطاعات التنفيذية ومديري المستشفيات والإدارات المختصة بجانب عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الاستراتيجية وأكد الحضور أهمية المرحلة المقبلة وضرورة تضافر جميع الجهود وحشد الطاقات الإيجابية لخدمة أهداف التطوير طبعا نحن منغوص أكثر في هذا الموضوع ومنتعرف أكثر على ما دار في جوانب هذا اللقاء المهم والذي يعكس حقيقة الرؤية والاستراتيجية والتوجه اللي تسعى لها هيئة الصحة في دبي واللي مثل ما ذكرنا في البداية هي مليئة بالتفاؤل مليئة بالإيجابية كل هذه الأمور من استعرضها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الرضا مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية ومدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي حياك الله معنا دكتور حياك الله أخ محمود دكتور يعني في طاقة إيجابية بدت أو بدأنا نحس فيها من خلال التحول لبعض المبادرات بعض الاستراتيجيات الإعلان عن الكثير من المواضيع اللي نشدها ما بين فترة وأخرى في هيئة الصحة في دبي الآن من خلال هذا الاجتماع اللي تم ومن خلال هذا المجلس مجلس الاستراتيجية اللي عقد خلنا في البداية نعرف المستمعين نحن وين رايحين أنا بشبه رحلتنا اليوم مثل ما تفضل معالي رئيس مجلدارة والمديل العام معالي حميد محمد الكطامي أن اليوم نحن صاعدين إلى إبل ونبغي نوصل إلى قمة هذا الجبل طبعا الطريق تشوفه حلو لكن كل خطوة يمكن فيها مخاطرة أو فيها دراسة لازم التم فكانت نصيحة واضحة أن التشاور والتكامل والطاقة الإيجابية والتفائل صحيح أن اليوم نشوف القمة لكن الوصول لها محتاج جهد هذا الجهد اليوم في اجتماعنا مع مجلس الاستراتيجية وأيضا مع 15 قائد للبرامج الاستراتيجية كان الاجتماع شحذ للهمم ومليء بالطاقة الإيجابية والتفائل تمنيت لو تكون معنا موجود أخ محمود تشوف الطاقة الإيجابية والتفائل كان وقت البرنامج كان وقت البرنامج بالضبط ساعة عشر فكانت أتى اليلسة يلسة حميمية لقاء أخوي بين قائد وبين أيضا قادة دائما سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد براشدال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم بيحفظه الله شو يقول يقول أنا أسد أبغي أقود أسود فهذا شفناه اليوم مع لقاءنا بقائدنا مع الحميد الكطامي وتوجيهاته وشحذه للهمم وملأه بالطاقة الإيجابية لجميع القادة اللي كانوا موجودين جميل دكتور أهم المواضيع اللي تم مناقشته يعني بغض النظر عن الطاقة الإيجابية اللي كانت تتواجد في هذا الاجتماع وهو موضوع مهم جدا أصلا أن يكون هناك إيجابية التفكير عند جميع القادة اللي بينعكس إن شاء الله بشكل أو بآخر على الموظفين وعلى أداء العمل في هذه الهيئة لكن شو هي أهم المواضيع اللي ارتكزت عليها الاستراتيجية أو الخطة الاستراتيجية اللي نحن نبغي نوصل لها طبعا أعداد الاستراتيجية بدأ من شهر ثماني ألفين وخمسة عشر أخذت جميع الأراء من سواء 13 ألف موظف فيها يتصحى بدبي من المجتمع في دبي ما يقارب مليون تويت يانا على تويتر عشرة مليون إعادة ريتويت يتنا على تويتر بالإضافة إلى السوشيال ميديا الآخرة أيضا فتحنا باب اللي هو الانترنال بورتل بوابة داخلية للموظفين للمشاركة بإراءة فهذه كلها أخذت في الحسبان وتنبل وردتها في خمسة عشر برنامج اليوم برنامج استراتيجي وطلع منها ثماني وتسعين مبادرة استراتيجية فهذه كلها يبالها تنفيذ ويبالها الطاقة ويبالها الجهد ويبالها نفس طويل طبعا نحن بننتهي إن شاء الله من تطبيق الاستراتيجية في 2021 لكن الريس بدأ اليوم في 2016 وتونم خلصين أول ربع كورتر وان مثل ما يقولون والنتائج على الأبواب جميل جدا طيب دكتور خلنا نتحدث حقيقة عن الطاقة الإيجابية وتضافر جميع الجهود وكل هذه الأمور وأهميتها في المرحلة المقبلة لخدمة الأهداف أهداف التطوير اللي ذكرتها وطبعا دكتور نحن ما بننسى أن يعني واحد من أهم مقومات النجاح أن الواحد يتفانى في العطاء في العمل ويقدم المصلحة العامة دائما على المصلحة الشخصية لأن الجميع يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية هذه المواضيع اللي نحن نتكلم عنها بشكل عام كيف تجدونها من خلال اللقاءات اللي صارت وأيضا مدى أهميتها في تنفيذ هذه الخطة من 2016 لن 2021 لا شك أخ محمود العمل والإحساس وروح الفريق الواحد للتكامل والتشاور ما بيننا هذا وايد ضروري ويمكن يكون العصر الصحرية في تنفيذنا الاستراتيجية اليوم عندنا أمكانيات هائلة في هيئة الصحر والدبي 13000 موظف عندك طاقات كبيرة ويعني مؤهلات علمية يمكن ما تضاهيها أي مؤسسة أخرى ما شاء الله وصلنا إلى 13000 13000 نعم كنا أعتقد على 2015-11 تقريبا هي لكن الزيادات موجودة تعرف قطاع الصحي اليوم ينمو بنسبة 15-20% صحيح الحمد لله هذه الأرقام جدا جميلة ولكن لمثيلة العمل وتشمير عن السواعد هني شوي يجب أن نكون جادين ونكون مسؤولين لأن المهمة أمامنا مش سهلة المهمة اللي أمامنا تتطلب كثير من الجهد أخ محمود وانت ويانا اليوم وانت أحد موظفينا في هيئة الصحة حتى الإعلام لها دور جميع الإدارات لها دور جميع القطاعات لها دور كل من في مجال عمله 98 مبادرة اليوم راح تسقط على 98 أيضا قائد لمبادرة مثل ما اخترنا 15 قائد برنامج بنختار 98 قائد لمبادرة فالكل اليوم محاسب مش لأنه ما يقدر يأدي لا بالعكس اليوم المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي وظيفته أنه يساعد القادة في تنفيذ برامجهم ومبادراتهم طلعنا اليوم من طور أنه أنا أعطيت محمود المسؤولية وخليه يسوي اللي يقدر عليه لا اليوم يسوي اللي يقدر عليه وأنا أساعده أنا أدعمه دعم لوجستي دعم مادي دعم إن شاء الله يحتاج غرفة اجتماعات أنا أوفر ليها اليوم بحيث أن اليوم محمود كقائد عنده جميع الأدوات لتنفيذ مبادراته وبرامجه اليوم المكتب التنفيذ للتحول التنظيمي صحيح اسم طويل لكن هو بالأساس إدارة المشاريع بشكل ناجح إدارة التغيير إدارة المخاطر اليوم الدعم اللوجستي مطلوب سواء كنا اليوم في قطاع الصحة أو قطاع الطيران أو القطاع المصرفي كله مطلوب هذا وفرنا هذا اليوم لقادتنا عساس أنه بعد ما يكون لهم عذر في التنفيذ جميل دكتور ران بستكمل معاك الحديث لكن تعقيب على موضوع الكادر الوظيفي يعني كان فيه في تحقيق في صحيفة البيان يقول بات الحصول على الطباء في تخصصات دقيقة تحدي يواجه القطاع الطبي في الدولة في الوقت الذي قدرت فيه وزارة الصحة ووقاية المجتمع حاجتها إلى ألف طبيب في التخصصات النادرة خلال السنوات الأربع المقبلة أعلنت هيئة الصحة في دبي أنها تحتاج إلى 7323 طبيب و8510 ممرضين إضافيين لينضموا إلى الكوادر الطبية والفنية حتى عام 2020 طبعا هذا نحن الصحيفة تقول أنه يقلق الجهات الصحية الحكومية الأمر هذا حيث أنها ليست بكيفية استقطاب الأطباء في التخصصات الدقيقة لكن المشكلة حقيقية تكمن في عدم قدرة تلك الجهات على مجارات القطاع الخاص في الرواتب كونها مقيدة بلوائح الموارد البشرية من جهة والميزانات المخصصة للوظائف من جهة أخرى وهما سببان كفيلان بهروب على حد تعبير الصحيفة بهروب الأطباء للتعاقد مع المستشفات الخاصة رغبة في رواتب مجزية وكافة مجهوداتهم وخبراتهم أنا باخد تعليقك على هذا الخبر دكتور من بعد ما أوقف مع هذا الفاصل فاصل مستمعين وما أرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة دكتور وقفنا عند الخبر اللي يقول ألف طبيب حاجة وزارة الصحة خلال ربع سنوات وهيئة الصحة ذكرنا بعض الأرقام الخاصة فيها أن تبغي 7323 طبيب 8500 ممرضين إضافيين لين العام 2020 نقص في التخصصات الطب الدقيقة والخاص يجذب الكوادر بمضاعفة الرواتب خلنا ناخذ تعليقك من خلال اطلاعك على المبادرات والاستراتيجيات وخاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية في هيئة الصحة كيفية الحفاظ عليها وتطويرها واستقطاب الموارد المميزة طال عمرك اليوم هذا ما يواجه فقط إمارة دبي هذا يواجه العالم كله صحيح في كل مؤسسة طبية زرناها شفنا أنه عندهم نفس المشكلة حتى لدرجة أنه كنا ندخل الاجتماعات نطلع منها نقول مشاكلهم نفس مشاكلنا في كل دولة في كل دولة صحيح نزيل فاليوم عندنا في البرنامج الاستراتيجي رقم 12 اللي هو القوى العاملة والتعليم الطبي عندنا ست مبادرات لحل هذا التحدي أول مبادرة تعزيز التعليم الطبي المستمر أن الطبيب أول ما يتخرج يباله تكملت مسار ثاني مبادرة تخطيط القوى العاملة كم محتاجين وين رايحين نحن وكيف بنلبي هذه الاحتياجات ثالث مبادرة جذب واستبقاء القوى العاملة أنا عندي حين التالنت أو الموهبة كيف أستبقيها وكيف أنا أشوف اللي يسيني نفسوني اليوم في القطاع الخاص وفي المؤسسات الأخرى وحتى في العالم كله اليوم أنت إذا طبيب نادر عندك اليوم مطلوب في العالم كله مبادرة رقم 4 توطين القوى العاملة مبادرة رقم 5 ضمان وجود مؤسسات أكاديمية للعلوم الصحية والطبية بمستوى عالمي هذا هي المصنع اللي تصنع اليوم لطبه والممارضين والكادر الصحي مبادرة رقم 6 تطوير نظام الاعتماد للمستشفيات التعليمية أنا أدخل لكلية اليوم أدرس فيها يجب أنها تكون معتمدة فهذه بشرة سارة لأخواننا اللي يبغون يدرسون طب أخواننا اللي يدرسوا طب ويحابين يتخصصون والأخوان المواطنين اللي حابين يدخلون الطب هذا يعني خبر سار بالنسبة لهم هيئة الصحة يعني مثل ما تقول عنده هذا البرنامج لحل التحدي اللي تفضلت به جميل دكتور من خلال نرجح حق اللقاء اللي صار حقيقة مع مجلس الاستراتيجية واللي نذكر في المستمعين بأنه يضم في عضوية 15 عضو من المسؤولين والتنفيذيين والمختصين بجانب مكتب التحول التنظيمي أو المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي اللي تم تأسيسه لدعم مختلف القادة مثل ما ذكرت في هيئة الصحة وتذييل العقبات وتسهيلها لهؤلاء القادة لتحقيق إنجازاتهم يعني قلت أن الجميع مسؤول عن تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها بغض النظر عن موقع كل فرد منتسب للهيئة ومستواها الوظيفي وأكد دكتور على أهمية التعاون والتنسيق ما بين قطاعات وإدارات الهيئة بعضها البعض لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة في القطاع الصحي طيب كيف ممكن نحقق هذا؟ نبتدي من الحلم دبي اليوم مثل ما تفضل مع لي مدينة تحلم تحلم بمواطنيها تحلم بمقيمينها أن نوصل إلى منظومة صحية متكاملة من الطراز الأول طيب كيف نترجم هذا الحلم إلى أرض الواقع؟ اليوم عندي صحيح مبادرات استراتيجية بعدد 98 برنامج استراتيجي بعدد 15 لكن اليوم أنا أبغي أقيسه بطريقة مختلفة صاحب اسمه الشيخ محمد دائما نقول سعادة الشخص سعادة الأفراد هل هم سعداء؟ خلنا نقيسه عن طريق مؤشر سعادة دبي هذا إذا كان الشخص سعيد إذا كانت الوالد والوالد والأهل والأخوان والأصدقاء في المجالس كانوا ساعدين وراضين عن مستوى الصحة في إمارة دبي أنا ذيك الساعة وصلت صحيح أنا بنفذ الاستراتيجية لكن أبغي أقيس الأثنين أبغي أقيس مستوى سعادة الفرد وأبغي أقيس مستوى الإنجاز فهذا الثنين اليوم نسوي اللي أنا كمحمد مثل ما تقول القلق داخلي أنه كيف باليوم بحط عين على هالمؤشر وعين على هالمؤشر بحيث أني أنا ننفذ المطلوب مني ونفي بالوعود اللي وعدناها لسيد الصحب سموه الشيخ محمد الشيخ محمد دايما كان يقول في محاضرات أن نصحكم بالطاقة الإيجابية دايما كان يعني وهالكلام من سنين اليوم نترجمها إلى طاقة إيجابية إلى فعل إيجابي أيضا كان ينصحنا بسد الفجوات الموجودة في الصحة لنخلق نكون واقعين اليوم عندك فجوات يجب أن نتحلها عندك وقاية يجب أن تهتم فيها لأن الوقاية درهم وقاية خير عن ألف قنطار الأبحاث الطبية أيضا سيدي صحب سموه الشيخ محمد كانت توجيهات واضحة كانت توجيهات واضحة بالنسبة للأبحاث الطبية لأن بها نرتقي بهالشي اليوم بنوصل إلى مصاف المدن المتقدمة اللي هي عندها منظومة صحية متكاملة وقوية من الطراز الأول هذا الحلم وترجمته إلى واقع عن طريق الاستراتيجية وعن طريق مؤشر سعادة الفرد إن شاء الله بإذن الله ومعاكم يا أخ محمود بنوصل إن شاء الله طيب دكتور بس ناخذ أهم النقاط اللي رح تركزون عليها خلال الفترة القريبة ما منتكلم على عشرين وعشرين بس خلني مشى عليها بشكل سريع دكتور بالنسبة للمستمعين شو ممكن ينتظرون خلال القادة من الأيام عندك الصحة والسلامة المجتمعية من أهم المحاور اليوم بما أن توجيهات سيدة صحب سموه الشيخ محمد كانت واضحة بالنسبة للوقاية وقال لوقاية وايد مهمة اليوم هذا من أهم المحاور الاستراتيجية نوع البرامج الاستراتيجية عندنا الصحة النفسية أيضا اليوم مع تمدن دبي وتطورها وتحذرها وتمدنها هذا كله اليوم ظهرت عندنا أمراض ما كانت موجودة قبل عشر سنين أو قبل عشرين سنة فالصحة النفسية اليوم مطلوبة ما يسينا نقول نحن كل مريض محتاج إلى صحة نفسية أو طبيب صحة نفسية معناته هو لا اليوم عندنا أمراض يجب أن نهتم فيها لأن إذا ما اهتمينا فيها اليوم الله يعلم وين بنوصل وهذا كله يعني نحن نحط الأساس لأولادنا ولأحفادنا بأتر عندنا أيضا من أهم البرامج اللي هي السياحة العلاجية لطلقها اسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشدان مكتوم وليا حد دبي رئيس المجلس التنفيذي قبل شهب هاي من البرامج الواعدة والسياحة العلاجية اليوم تكاد تكون عكس اللي نحن تعودنا عليه في就是說 أن نحن متعودين أن نخرج للسياحة العلاجية اليوم نحن نستضيف المرضى للسياحة العلاجية داخل دبي هل عندك خدمات متطورة؟ نعم عندك خدمات متطورة هل محتاجة إلى تطوير؟ نعم محتاجة إلى تطوير لكن خلنا نبتدي في تخصصات معينة بحيث أن نحن نستقطب السياحة العلاجية عندك اليوم أيضا القوة العاملة والتعليم الطبي من أهم المحاور الاستراتيجية والبرامج الاستراتيجية ذكرناها قبل قليل اللي هي ست مبادرات التأمين والتمويل الصحي أيضا من أهم المبادرات شفنا قبل تقريبا فترة بسيطة إطلاق برنامج سعادة للمواطنين واللي كان له أثر جدا إيجابي على أهلنا وإخواننا وصحبنا صحيح رسمة السعادة في قلوبهم الصراحة الحمد لله وأيضا البرنامج من البرامج المميزة في عملية التغطيات التأمينية وأيضا في عملية الشبكة اللي تحتويها صحيح وجميل أنه عندهم أيضا الإخوان ما في بطاقة خلاص اليوم أنت تستخدم الهوية فهذا ألغى شيء يمكن موجود في كثير من الدول المتقدمة أنه اليوم عندك أنت أو بطاقة التأمين الصحي فهذا اليوم أنت مش موجود عندك بطاقة الهوية تغنيك عن هذا كله صحيح طيب دكتور الصعوبة في تطبيق مثل هذه الأحلام التي أنت ذكرتها في البداية أنا ما أميل إلى وصفها كأحلام لأن حقيقة يمكن واحد يقول لنا حلم شوية صعب أن يتحقق لا أنا أسميها ممكن أسميها إلى هذه الأفكار السبيل لتطبيق تنب الورطة إلى أفكار وإلى برامج وإلى مبادرات فالحلم من حين أنتهى يجب أن نحلم بالقادم بعد 2021 وين بنوصل دائما نشوف سيد صاحب السنو الشيخ محمد اليوم يتكلم في 2020 2050 عفوا فإذا الله أعطانا عمر ونحن موجودين نبغي نحلم بالفين وخمسين إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب طيب دكتور يعني الصعوبات اللي ممكن تواجهكم أو نقول فرص التحسين أو ممكن نسميها التحديات التي قد تواجهكم في تنفيذ هذه المبادرة اليوم الحمد لله الإمكانيات موجودة التكنولوجيا موجودة الفكر الإداري موجود الفكر الاستراتيجي مثل ما شفت موجود لكن ما بنوصل أي مكان إذا ما مشينا كلنا مع بعض اليوم أهم شيء عندي الموهبة اللي موجودة في هيئة الصحة والموهبة اللي موجودة في القطاع الصحي في إمارة دبي كله اليوم كلنا سواسي القطاع الخاص والقطاع الحكومي في تقديم الخدمات إلى المريض المريض هو الذي يحكم فإذا ما تكاتفنا ومشينا يدا بيد ما بنوصل هذا هو من أهم التحديات الموهبة اليوم عندي أهم من التكنولوجيا والموارد والإمكانيات الحمد لله مسهلت لنا لكن بدون تكاتفنا كأشخاص ما بنوصل جميل دكتور واحد من النقاط اللي طرحت حقيقة في هذا اللقاء يعني وجود كادر إداري في هيئة الصحة بدبي وأيضا هناك صف ثاني وصف ثالث في الهيئة ركز على هذا الموضوع معالي رئيس مجلس الإدارة مدير العام لهيئة صحة دبي معالي حميد محمد القطامي على هذه المسألة وقال أنه يؤمن بهذا الفريق اللي حقيقة قادر على أن يعطيه ويصل بالهيئة إلى مصاف متقدمة أو مراكز متقدمة ولكن ذكر كذلك أنه يجب مثل ما ذكرت في بداية اللقاء يجب أن يتم التشاور ما بين هذه الفريقين الآن عملية تفعيل البرامج الخاصة بالكادر الوظيفي أو الموارد البشرية الموجودة في هيئة الصحة وصقل هذه المواهب لقيادة الدفة نحو الهدف اللي نسميته الحلم الكبير يا ترى كيف سنشهد آلية العمل في الهيئة في القادم من الأيام الخمسة عشر قائد اليوم جزء من هيئة الصحة وجمع جزء من القطاع الصحي عندنا ثنين من الدكاترة من القطاع الخاص تم إضافتهم إلى بنامج قادة الاستراتيجية طبعا هذا ما خبرتني عندنا دكتور عندنا ثلاثة طبيب وطبيبة وعندنا ثلاثة إداريين من 12 طبيب وطبيبة اليوم نفتخر بوجود ثنين من القطاع الطبي الخاص ليش دخلتوهم؟ اليوم بما أننا شركناهم في عملية بناء الاستراتيجية خلنا نشركهم أيضا في تطبيق الاستراتيجية جميل جدا جميل توجه جميل والقادم أكثر اليوم عندنا على خمسة عشر قائد وقائدة اخترنا ثنين من القطاع الصحي الخاص وبإذن الله على مستوى 98 قائد وقائدة بيكون عندنا أكثر وأكثر من القطاع الصحي الخاص ممتاز ممتاز وهذه عملية الإشراك أيضا أعتقد هي مبادرة جميلة من هيئة الصحة بدبي ونوا لخير قادم إن شاء الله إن شاء الله يا رب طيب دكتور يعني مشاركة القطاع الخاص مشاركة مهمة وهذا التوجه كان توجه منذ سنوات طويلة في هيئة الصحة بدبي أن نصل إلى نسبة 70-30 70 للقطاع الخاص و30 للقطاع الحكومي طيب والآن أنت يعني قلت لي أن هناك مشاركة حتى في تطبيق هذه الاستراتيجية من القطاع الخاص فهذه شغلة جميلة جدا يا ترى الجماعة اللي يسمعونا في القطاع الخاص في القطاع الطبي أو الصحي في إمارة دبي شو ممكن نقولهم ونبشرهم في القادة من الأيام؟ قبل كنا نتوجه لهم بأنهم قطاع خاص بعقب كنا نسميهم كشريك استراتيجي اليوم أنا أعتقد كلنا سواسية نحن اليوم نخدم المريض سواء كنا في قطاع حكومي أو قطاع خاص فنحن واحد سواء كنا قطاع خاص أو قطاع حكومي هذا الكلام توقع هالمسميات بعد خمس سنوات توقع ما رح تكون موجودة فنواة طيبة لمستقبل مشرق إن شاء الله متفائلين باللي سيحدث لين 2021 وإن شاء الله الحلم سنكمله إلى 2050 إن شاء الله طيب دكتور المجلس للسراتيجية يضم في عضوية 15 عضو من المسؤولين والتنفيذين والمختصين أيضا هذا بالإضافة للمكتب التنفيذي للتحول التنظيمي هذا يا ابني اسم المكتب سلط طويل شوي أنت ما شاء الله عليك الأسامي كلها طويلة عموما هذا المكتب 15 عضو هذا المجلس 15 عضو من المسؤولين والتنفيذين والمختصين أيضا أنا في بداية اللقاء ذكرت أنه هو قابل للزيادة ليضم يعني الهيئة فتحة الأبوها في انضمام أعضاء آخرين لمجلس الاستراتيجي منهم الأعضاء اللي رح ينضمون في الفترة القادمة نحن نتمنى اليوم مشاركة أقوى للقطاع الخاص نتمنى أيضا يكون عندنا استشاريين من العالم كله نبقى نشوف العالم وينوصل نبغي هذه الأسامي العالمية اللي أدت ووصلت وأنت خبرة اليوم وبتعطيك خلاصة تجربتها جميل نتمنى لإضافة هذه الأسامي بلضيفون يعني ولا هاي تمنيات تمنيات إن شاء الله وليش لا نبلورها قبل خمس سنوات كنا نحلم بأن القطاع الخاص يكون وين وصلنا له اليوم خلنا نحلم بالتمنيات هذه إن شاء الله وننفذها بافي مستحيل طالع منك إن شاء الله بافي مستحيل الدكتور يعني الحديث معاك دائما يخلي الواحد ريلاكس يخلي الواحد ممكن يغمض عينه ويفكر ويحلم فكر طائم لكن عادة نحن ما نؤمن بأن الواقع يتجسد أو الحلم يجب أن يتجسد كواقع وهذا الواقع يجب أن يكون أجمل من الحلم وهذا ما تعودنا حقيقة في مختلف القطاعات التي تتواجد في إمارة دبي من خلال يعني المكانة التي وصلت إليها هذه المدينة في مصاف المدن العالمية المتقدمة اليوم نحن نملك كل شيء في دبي الحمد لله فلذلك يجب أن يكون القطاع الصحي في إمارة دبي على هذه الوتيرة بذن الله دكتور أنا طفع عندي الكمبيوتر عموما دكتور للأمانة يعني أحييكم على هذه المجهودات التي تقومون فيها عندنا دقيقتين قبل أن نختم باترك لك حرية أنك أنت تقول لتبغي تقولها في دقيقة وعطني دقيقة أختم فيها والله أنت تقول أحلام وأحلام أستفكر يعني اللي ما يحلم يمكن ما يشوف الواقع بطريقة واضحة أو يمكن ما يقدر يترجم يعني الواقع إلى حلم والعكس ترى هو شارع سيدين يعني اللي يحلم يقدر ينفذ واللي ينفذ يقدر يحلم فاليوم ليش لا خلنا أحلم لا تزقو لارج مثل ما يقولون خلنا أحلم بالأحلام الكبيرة وانترجم اللي نقدر عليه بأرض الواقع اليوم نحن في حكومة دولة الإمارات حكومة دبي شفنا أشياء يمكن كانت صاحبة المنال طبقت ولا لا دكتور ليش نروح بعيد أصلا قيام هذه الدولة دولة الاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة قامت يعني على أساس حلم كان هاجس عند المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان عن الهيان والمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيدة المكتوم وأخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد الذين وفتهم المنية والذين قاموا على تأسيس أو قاموا على إنشاء هذه الدولة فهذا كان حلم سنة كم كان هذا الكلام 1967 يمكن بدأت متى ترجم متى ترجم متى طبق واليوم نحن وين يعني بعدنا في يعني فترة بسيطة جدا شفت فعذرنا إذا أحلمنا نحن بالأحلام الكبيرة في هيئات الصحة لأنها طبق الأصعب صحيح اليوم بقتلك في ظل حكومتنا ما في شيء أصبح مستحيل والحمد لله تنشي الصبح اليوم أنت واثق بإذن الله تعالى أنك بتنجز وبتسوي في صعوبات نعم في صعوبات في تحديات نعم في تحديات لكن اليوم مثل ما يقولون نوقف للتحدي ونشوفها في عينه ونحاول أن نغلب التحدي هذا نتمنى لكم التوفيق دكتور وياكم يا طول امر يعني على الصبح أنا لازم ايبك لازم ايبك أنا برنامج مسائي كذا متحمسين على الصبح الواحد ما يكون ريلاكس لازم يتحمس شوي زيادة لك تسوي حق الواحد شيء تعطيه طاقة من الهدوء ومن الريلاكس حتى ومثل ما يقول أيمن يعطيك تفاؤل باقي اليوم الله يطلب بعمل دكتور محمد الرضا مدير إدارة التحليل أو إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية ومدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي شاكرين لك تواجدك معنا وشاكرين لك وقتك ونتمناكم التوفيق إن شاء الله وأحلام سعيدة الله يخليكم وياكم إن شاء الله شكرا الله يصدك يا دكتور وطبعا مستمعين وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم في الختام لا أملك إلا أن نقول يعني تفائلوا بالخير تجدوه والطاقة الإيجابية يجب أن تغمر حياتكم الشخصية والعملية فبهذه الطاقة يمكن أن نحقق المستحيلات في الختام لا أملك إلا نتوجه بشكر جزيل مخرجنا المبدع أيمن سرحيل وكل الشكر لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع وأيضا تقبلوا تحيات فريق الإعداد في قسم الإعلام في هيئة الصحة بدبي وهذه تحيات محدثكم محمود يوسف العلي وإلى الملتقى إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع الصحية والطبية اليوم في وائد فعاليات في هيئة الصحة مستوي باتر بحاول أن أنا ألخص لكم إياها من خلال هذا البرنامج فحتى ذلك الموعد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر